السلام عليكم مرحبا بكم خوتي في قناة سوق سيارات لا تنسوا شخوتي اشترك معنا في قناة فعلوا الجرس ودعونا جمع الفيديو باش كل يوم يوصلكم جديد ان شاء الله اعلنت شركة رونو الجزائر عن اسعار سيارة كليو كارت الجديدة حيث شاهدت هذه الاخيرة ارتفاع في اسعار جميع نساخها المتوفرة بزيادة تصل الى 70 الف دينار جزائري حسب النسخة فيما يخص نسخة لميتيت تأتي السيارة بالعديد من المواصفات على قرار جنود عجلات 7 ايكيات 16 انش اضواء امامي وخلفية بتقنيات LED شاشة متعددة الوسائل قابلة للنمس قياس 7 بوصة تكييف هواء اوتوماتيكي مثبت سرعة نظام ABS USB اربعة وسائد هوائية وغيرها وتتوفر اما بمحرك بنزين او ديسل حسب الاسعار التالية سيارة لونو كليو كارت لميتيت بمحرك بنزين 0.9 لتر تي سي او بي سعر 315 مليون عواضة 309 ملايين كليو كارت ليميتيت ديزل انسانك ديسي قوة 85 حيصان بسعر 340 مليون بدلا من 333 مليون كليو كارت ليميتيت بمحرك بنز ديزل 1.5 لتقوة 85 حيصان مع سقف زجاجي بسعر 344 مليون تتوفر على العديد من المواصفات على غيران اضواء امامي وخلفية الاودي حساسات امامي وخلفية مع كاميرا خلفية عجلة اليمنيوم بقيام 16 انش سقط زجاجي بالاضافة الى شاشة وساطية تعمل باللمس بقيام 7 انش بلوتوت مكيفة واوتوماتيكي وغيرها من المواصفات التي توفر السيارة حيصان بسعر 384 مليون عواضة 378 مليون من الاخر تجدر الاشارة ان المخزو المتوفر لهذه السيارة محدود جدا ويتوفر عند عدد قليل من الوكلاء المعتمدين تابعين للشبكة ترونو الجزائر كما يجدر بالذكر ان هذه السيارة تم انتاجها مؤخرا بعد استئناف نشرة المصنع في شهر جنوبي الفارج